كيف تقرأ هذه الضربات الإسرائيلية واختراقها للأجواء السورية وتكثيف هذه الضربات بعد التحية لكم وللضيف الكريم والمشاهدين جميعا الحقيقة أعتقد أن الضربات بحد ذاتها هي جديد قديم ولكن كما تفضلت تكثيف الضربات هو يحمل عدد من الرسائل المهمة وأعتقد أنه من الضروري أن نلاحظ بأن هناك رغبة لدى حكومة نتنياهو المتزعزعة المرتجة لتصدير هذه الأزمة الطاحنة في الداخل الإسرائيلي إلى الخارج يعني نتنياهو سوف يكون مسرورا بكل تأكيد لو اندلعت اليوم مواجهة خارجية لأنها سوف تعيد لم الشمل بين قوسين الإسرائيلي وسوف تنحي الخلافات الداخلية جانبا وسوف تتيح له التركيز على مواجهة خارجية طبعا هذا التكتيك أيضا معروف وعندما تكون هناك أزمات داخلية العديد من الدول التي تبعتها عبر التاريخ ويقومون بتصدير الأزمة بشكل حرب خارجية اليوم هناك مأزق يوصف حتى إسرائيليا بأنه مأزق وجودي لدى الكيان إذا كان هناك طبعا هذا يتعلق بمجموعة من التحديات الأمنية الخارجية والداخلية والمختلطة أيضا يعني التحديات القادمة من أراضي 48 والضفة والقطاع إضافة إلى المواجهة في أجراء الشمالية كما يوصفها الإسرائيليون ولكن بمجملها هي تتيح لربما استمرارية لحكومة نتنياهو تتيح تمرير التعديلات ولكنك كما ذكرت دكتور إسامة هذه الضربات ليست بجديدة ودائما يربط أو تربط هذه أو جدول استهدافات الإسرائيلية المعلن دائما يتحدث عن مواقع إيرانية استهداف لمواقع إيرانية حتى من قبل الأزمة التي يعيشها نتنياهو اليوم سيدتي الكريمة يعني مواقع إيرانية هل هي لخدمة أجندات إيرانية؟ بالتأكيد لا، هي لخدمة قضية تحرير الجولان السوري ومواجهة الاعتداء الإسرائيلي نحن قبل بضعة أيام فقط وجدنا فيديوهات للإرهاب سموتريتش تتحدث عن قال بما حرفيته يوروشلايم أداميسك يعني حدود مقاطعة القدس ضمن إسرائيل الكبرى تمتد حتى دمشق المسألة أصبحت صراع وجود من جديد يعني أعيد طرح الوجوديات في هذا الصراع من جديد إضافة طبعا إلى ما قاله تجاه الأردن وإنكار وجود الشعب الفلسطيني وهذه الإسطوانية القديمة الجديدة ولذلك اليوم عندما يكون هناك وجود إيراني وتستهدفه إسرائيل هو أساسا في خدمة الجيش السوري وهو لمحالفة القوات السورية وتدعم قدرتها على رد الاعتداءات الإسرائيلية التي لا تعرف حدودا في طمعها في الأرض ومحاولتها لتطويع الشعوب العربية لربما بدون استثناء من هنا طبعا هذا الاعتداء يعني دائما يكون هناك شهداء سوريين هو اعتداء على سوريا وعلى المستشارين الإيرانيين أو تسهيلات أو مواقع توجد فيها تجهيزات إيرانية لمساعدة الجيش السوري وهذا ما يحدث بشكل دائم كما استفضلت ولكنه تكثف في الأوين الأخير